موضوع قصة الذيل اللي شفناها اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي نعم 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 خل نتكلم عن هالجزئية نعم والله والقرار يعني نكون صريحين شوي متسرق من وزارة التجارة والمشتوردين تحملون الجزء الأكبر من هذا نكون صريحين يعني أنه على أنفسنا شلون يعني لأنهما عطوا يعني مع المزارة التجارة كانت اجتماع مع الأخ الوكيل اللي قطاع الحماية المستهلك مشكور أستاذ علي عيد الرشيدي وهو دايما يعني بأي ملاحظات أي قرارات يجتمع مع المستوردين ودايما يعني يتناقش فياهم وبخصوص قصة ذيل يعني المستوردين أهم وافقوا بسرعة بدون دراسة ويعني مراجعة القرار فأتوقع أنا على أي سلبيات راح تظهر مستقبلا أتوقع مثل شنو ممكن تكون في سلبيات على هذا الموضوع يعني اليوم إذا أنا خنقول بفرق بين السمنشة العادية والمستوردة أنا مكسوص ديلها شنو ممكن تكون في سلبيات بحث الموضوع المستورد إحنا عندنا يعني إذا بنقيسه مثلا على اسمنشة الزبيدي عندنا إيراني وباكستاني وهندي وبنغالي وسرلينكي نزين إذا قلنا اليوم هذا المحلي والخمسة المستوردين شون أميز المستوردين ما بينهم يعني شون أميز الهندي عن الإيراني في نفس الدائرة نعم يعني شون بس يعني ممكن اللي بيغش الحين بيسوي الهندي بيسوي إيراني عشان يرفع من يعني قيمته فإذا نفس المشكلة حصلت اليوم التفرق كانت بين المستورد المحلي الحين ممكن بين المستورد نفسه ما نتقدر تعرف الفرق به بالضبط بالضبط مع أن يعني المستوردين التجار ما لهم أصلحة ولا يقدر يعني يغش ليش؟ لأن السمش اللي ينزل معلوم لما يتفتيش عليه من المنافذ وبعدها السوق السوق عندك ثلاث جهات المنافذ ثلاث جهات تفتش عليه السوق ثلاث جهات صعب أن يغش وبعدين قاعد يبيع المستورد أو التاجر قاعد يبيع حق تاجر جملة الأصل يعني والغالب اللي يشترون من السوق تجار جملة هو اللي من راعي البسطة نسمي الجملة يشتري فصعب أنك تقش ولا يقدر يقش نحن نقول هذا الراي لمصلحة المستهلك هو قرار الجص يعني أشوف أنا غير مناسب جهة شهيرة اشتركوا في القناة